السلام عليكم اليوم عنا افكار كتير حلوة وكتير غنية اذا ما استفدتم من الفكرة الاولى انا متأكدر رح تستفيدوا من الفكرة التانية او حتى التالتي حطولي لايك من ايديكم الحلوين وخلينا نباشر بالافكار بالنسبة للفكرة الاولى احباقي عندي هون عيدين لقرنفل او المسامير في ناس بتقلن المسامير متل ما شايفين هيا هون يعني اكتر البيوت موجود عندهم موجود عندهم عيدين القرنفل شو بدي اعمل فيون انا بدي احرق عود القرنفل لا استخرج منه كحل كحل طبيعي هلا بتشوفوا كيف نحرق عود القرنفل بهيدا الشكل بعد ما برد معي بقدر انا اعملوا كحل بهيدا الشكل بقدر اعلم فيه الحواجب مثلا متل ما شايفين طريقة كتير حلوة جربوها بتحسوا انه بحال تعلم الحواجب فيه بتحسوا انه الحاجب طبيعي منه مرسوم متل القلم الكحل اللي بنشتريه اا جاهز الفكرة التانية فكرة كتير حلوة لعندهم مقلاية او لعندهم مثلا كاسارولا وايدا طويلة بهيدا الشكل والبلاستيك فيه كتير قريب لقطعة المعدن وبسرعة بتطلع ريحته او بتصله النار فعننا هون فكرة كتير حلوة انه نحط قطعة سانيتا وقطعة من الالامينيوم بهيدا الشكل بهيدا الطريقة فهون بنمنع انه يطلع لبلاستيك الموجود عليها ريحة وقت يتعرض للحرارة كتير بيعانوا من هيدا الموضوع جربوا هيدا الطريقة رح انتهي للفكرة التالت الفكرة التالت كتير 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 مهمة للناس اللي بيسوس عندهم الرز او الارز اه متل ما شايفين انا عندي كمية تقريبا عندي عشرة كيلو من الارز حطيتلهم معالق كتير متل ما شايفين المعلقة المعدن بتحافز على الارز من التسوس كتير بيجهلوا هيدا الموضوع انا بعمل هيدا الطريقة دايما وانا عملت من فترة مش كتير طويلة كيفية الحفاظ على اه لطحين او الدقيق الابيض رح اترك لكم لسنوات طويلة فيكن تحتفظوا بالطحين او الدقيق الابيض مش رح يقوطع رح اترك لكم رابط بنهاية الفيديو اه دخلوا عليه او شاشة دخلوا عليها بتشوفوا كيفية الحفاظ على لطحين لمدة طويلة هوني انا بحط لكل كيلو من الارز ملعقة ملعقة او شوكي من المعدن فالمستحيل انه يسوس معنا طريقة جدا رائعة احبا كتير من الناس بيبحثوا عن هيدا الافكار او عن هيدا التجارب طبعا متل ما شايفين انا بدخل المعالك او الشوك الى الداخل لتحت اذا لكل كيلو انا بدي حط ملعقة كاملة اذا عندكم مثلا كيلو بالبيت لو فرضنا عندكم عشرين كيلو من الارز بدو ينحط له معالك زيادة مش ضروري معالك فيكنوا تحطوا مسلا اا قطع من المعدن فيكنوا تحطوا اا اا معادن صغير المهم شي معدن ففكرة رائعة الفكرة اللي بعدها فكرة كتير منعاني منا خاصة الناس اللي عايشين بالطوابق الاولى بالطوابق السفلية اا اللي بيعانوا من السراصير بكترة من الجيازات اا هون عندي انا جيازة كتير كتير قديمة وما بخبركم قدش فيه بيطلع مننا سراصير ف اا عندي هيك فكرة كتير مهمة تأخذوا هيدا الفكرة مني وجربوها بتحطوا كلسات او جوارب بهيدا الشكل مستحيل تطلع عنا ولا صرصور ولا حشرة نهائيا 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 فكرة كتير حلوة احبائي جربوها وراح تستفيدوا كتير متل ما شفتوا ففكرة اا كتير ناس طبعا بيبحث عننا وبيقولوا شو وادنا نعمل لحتى نمنع السراصير انه يطلعوا من الجيازات الفكرة الخامسة هي فكرة مهمة جدا 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 احبائي للسيدات اللي بيخافوا كتير للسيدات اللي جوزوا نمسافر للسيدات الكبار بالعمر اللي عايشين لحالهم بالبيت عنا هون فكرة التنجرة او الحلة اللي بدنا نعلقها على باب المدخل او او على باب الشقة عنا منحط فيها شوك او معالك المهمة تكون الشوكة او المعلقة تكون طويلة وضاقرة من على طرف التنجرة من فوق ففكرة كتير مهمة انه تتعلق هايدي التنجرة على باب الشقة بهيدا الشكل بحال نفتح باب الشقة بيهزوا معنا المعالق ومنسمع نحن ما تستبعدوا لامور يمكن حدا من بيعرفنا مثلا مااخد المفتح وصابب عليه يمكن يفتح علينا بالليل ففي كتير ميت قصة براسنا فهيدي انسب طريقة انكم تعرفوا اذا الباب رح ينفتح عندكم بنص الليل او حتى بنهار فيكن تعملوا هايدي الطريقة طريقة جدا رائعة على الحرامية منبه فيكنوا تقولوا من طنجرة ومن المعالق او الشوك مجرد ما انو ينفتح الباب رح يهزوا معنا المعالق وراح نسمع فكرة مهمة كتير جاربوها الفكرة اللي بعدها هي تنقاية العدس انا النوعية العدس اللي عندي نوعيتهم مش عدس يعني بمارقة مهمة العدس بيجوا بكياس عادية جدا مندون اسم فبيجي فيهون كتير حجارة كتير صغيرة هيك كتير زنخ وقت بدي نقيهم بضلني يعني لساعة ساعة ومس بس انا وعم نقي فيهم فطلع براسي فكرة انو حطهم بالمصفة شوفوا لقداش نزل حجارة صغار مننون يعني بسانية بس اني مجرد هزيت هنزل هيد الكمية كيف اذا كفت هزى بايدك كيف من الحجارة الصغيرة فكرة مهمة وسهل كتير احبائي رح تسهل عليكم كتير امور الفكرة اللي بعدها فكرة كمان كتير حلوة هي تلميع المعالك او تلميع الشوك الموجود عندكم بالبيت طريقة كتير سهلة لتلميعهم احبائي في ناسك بيلاقوا عندهم معتمين او هيك لونهم باهت فبيكل بساطة ورقة الامينيوم بهيدا الشكل منحط عليهم المعالك الشوك السكاكين ونحط عليهم البيكنج باودر خميرة الحلويات بهيدا الطريقة وليما عنده خميرة الحلويات فيه يحط عليهم الخل بس الخل مع الماء الصخني كمان اللي بيمشي الحال هون بس هون عم نقدم نحنا طريقة سريعة جدا ونرجع عم نعصر عليهم عصرة خفيفة من ليمون الحامض بهيدا الشكل ومننقعهم رح يفور معنا وكل المواد السوداء اللي بتجي يعني متل الاسيد ازا بدكن هيدا المادة اللي احنا عملناها لتشيل المادة المعتمة على معالك المعدن ومنلفهم بهيدا الشكل منلفهم بهيدا الشكل متلكن لما مدة عشر دقايق ومنرجع منفتح ونشوف ومنفتح طبعا ونغسله ونشوفه اللمعة الرهيبة يلي رح يبين عليها المعالك شاله يا رب احباي افكار انه اليوم تكون افكار كتير حلو قلولي اي فكرة اكتر الشي عجبتكن قلولي حضراتكن من اي بلد عم تشوفوني واكيد ما تنسوني من اللايك واذا بعدكن ما اشتركتوا بالقناة احباي انزلوا اشتركوا ليصلكم مني كل جديدة وكل الفيديوهات وكل الافكار اللي عم قدم لكم اياها شفتوا عند المعالك كيف عم تبرق برق شفتوا الجمال رائع بس اكيد مفروض ما يكون عنا المعالك تكون نوعية منيحة والستان الستيل حتى يعطونا هيدا لون الى لقاء